السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي كل عام وأنتم بخير بإذن الله وحوله وقوته اليوم سنكون على موعد مع درس من دروس الكراءة وطبعا أبنائي وبناتي نحن نعلم أن درس الكراءة أو الكراءة عامة في الصف الثالث الثانوي هي كراءة متحررة فاليوم سنأخذ درس في المنهج لو إرادة التغيير وفي نفس الوقت هناخد كراءة متحررة بإذن الله فعاوزين نركز كده أبنائي وبناتي على نواتج التعلم ركز كده بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بالنسبة لي نواتج التعلم بتاعتنا إحنا المفروض ناخد منها إيه يعني إحنا هدفنا إيه في الدرس بتاع النهاردة نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أنا عاوز الطالب يستنتج الفكرة الرئيسة للموضوع طيب يعني يا مستر فكرة رئيسة للموضوع يعني أنا بعد ما أقرأ الموضوع كله بتاعراض التغيير أكون عارف الفكرة التي يناقشه الكاتب يعني إيه برضو يعني هو عاوز يوصل لإيه إيه الموضوع الذي يتحدث عنه الكاتب في مسافة إيه أو في حدود إيه أربع خمس كلمات تاني حاجة حبيبي عاوزين نستخلص أوجه التناقض فيما نستمع يعني مرة يتكلم في موضوع وبعد كده يتكلم عنه بطريق مختلف يبقى في الوقت ده أعرف فيه تناقض في الكلام ولا لا فيه اختلاف في الكلام ولا لا طبعا ميلي بس تخلص الكلام ده حضرتك طبعا ما هي في الحسن ثاني حاجة في الدرس بتاعنا النهاردة عاوزين نعيد تنظيم الفكر في الموضوع يعني ممكن نحط فكرة قبل فكرة ممكن المفروض الكاتب يقول إيه قبل إيه الحاجة اللي بعد كده لازم الطالب يصنف الفكر التي يقرأها هنا بيتكلم مثلا في موضوع فلسف بعد كده نقل في موضوع اجتماعي بعد كده ربط السبب بالمسبب بعد كده وصل لنتيجة فلازم أن نصنف ونعرف نوع كل فكرة قدامنا بتتكلم عن إيه بعد كده لابد أن نحدد الخصائص الأسلوبية للنص سواء كان هذا النص يا أولاد أسلوب أدبي كتب بأسلوب أدبي أو علمي متأدب زي ما هنعرى لازم أن نعرف خصائص أسلوبه يعني طبعا إحنا في تالت سنوي يعني هو مال إلى الإطناب مثلا أطول في الكلام ولا مال إلى الإيجاز الاختصار طب هو استخدم الإسلوب الخبري أكتر ولا استخدم الإسلوب الإنشائي أكتر برضو عوزين نميز الكاتب ده هو إسلوبه علمي ولا علم متأدب طب هو أكثر من السجع ولا قلل طب هو لجأ للازدواج ولا ملاجأش يعني أنا عاوز الطالب بتاعي يكون فاهم طبعا كل اللي انتوا هتقولوه على الشات أنا هقرأي إن شاء الله بإذن الله بعد الحس وهرد على الجميع بعد كده حبيبي عاوزين نتكلم عن مضامين النص يعني إيه مضامين النص يعني المخزب ضمني الذي يهدف إليه الكاتب طب يعني يا مستر أنا مش فاهم يعني هو قال لي مثلا إرادة التغيير وأنواع التغيير ليه يعني إيه هدفه هدفه إن أنا مثلا أصل لكذا إشكلام مباشر لا المخزب ضمني أو الفكرة التي يرمي إليه الكاتب هذا هو مضمون النص المخزب ضمني للكاتب لازم أن نحدد اتجاهات النص الأدبي سواء علمي أو أدبي أو علمي متأب نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم كده طبعا قدرنا نناقش نواتج التعلم اللي احنا عاوزين نصل إليها في نهاية الدرس خلاص يا حبيبي نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا القطع قدامكم ولكن إحنا عاوزين في القطع دي عاوزين نفهم الكاتب يقول إيه طبعا إحنا مش هنقرأ حضرتك هتقرأ وتستمع لي وانا بشرخ لك فكرة فكرة الفكرة الأولى بتتكلم عن إيه بيكلمني هنا حبيبي عن الإراضة الإراضة يعني العزيمة الإراضة يعني العزيمة العزيمة التي يصل إليها الكاتب يقولك هي نفسها العمل الإراضة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف أنا عاوز أفهم يعني إيه يعني أنت إراضة أنت دلوقتي وانت قاعد معانا في النصة البس المباشر أنت عندك إراضة ليه عندك إراضة يا مستر لأن أنت قدرت تحقق الهدف اللي أنت عاوز أن أنت عاوز تتعلم أنت قاعدت قدامنا عشان خاطر تفهم يعني إيه إراضة تغيير يعني إقراءة يسمى إراضة مجرد جلوسك معانا في الحصة هو ده الإراضة هي ده الإراضة ويزيل ما يحول دون تحقيقه تمام كده يا أولان بس بشرط حاجة بقى أن الهدف ده يكون هدفك أنت أنت قاعد عشان أنت اللي تتعلم مش قاعد تفهم الحصة لأخوك لو أنت قاعد تفهم الحصة لأخيك أو لجارك أو لصديقك يبقى أنت كده مش بتحقق الهدف بتاعك بالعكس أنت كده بتحقق هدف واحد تاني فأصبحت أنت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف طب لما أقول لك يبقى لازم أن الهدف يكون هدفك أنت طب لما أقول لحضرتك إراضة الفعل أنت عندك إراضة تغيير يعني إراضة فعل يعني إيه؟ يعني ما فيش إراضة من غير فعل أنت كان عندك إراضة فأعبت قدامنا فتحت اللاب بتاعك فتحت التابلت بتاعك واشتغلت معانا فأنت كده قمت بفعل الفعل اللي أنت قمت بيه خلي بالك الموضوع فلسفة فهتلاقيني بكلمك بالفلسفة شوي فطلبة العلم تستحملني لأن ما فيش إراضة من غير فعل أنت مجرد ما أعدت وفتحت اللاب أنت قمت بفعل فما فيش إراضة من غير فعل زي ما بقول لك هو فيه إيد يمين من غير يصار لا طبعا ما فيش يمين من غير يصار ما فيش شمال من غير جنوب ما فيش قريب من غير بعيد ما فيش أعلى من غير أسفل فده اسمه إراضة ده اسمه إيه؟ إراضة يبقى ده اسمه إرادة الفعل لا يضيف شيئا إلى الإراضة لأن ما فيش إراضة من غير فعل وما فيش فعل من غير تغيير ده الفكرة الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها الفكرة التانية التي يتحدث عنها الكاتب طالما ما فيش إراضة بغير فعل فكذلك ما فيش فعل من غير تغيير حتى لو كان التغيير ده قليل هو اسمه تغيير انت بتفعل ليش فعل أو بتقوم بإراضتك عشان تغير حالك من حال لحال طيب يا مستر أنا عاوز دليل إن ما فيش إراضة من غير تغيير يعني انت بعد الحصة بتاعتنا أكيد فكرتك عن الكراءة تختلف طريقتك في التعامل مع موضوع الكراءة هيختلف تبديني دليل يا مستر من الحياة إن فيه حاجات موجودة في الحياة تغييرها الجبل اللي احنا شايفينه في الصحراء الدولة بتقوم على تكسير هذه الحجارة والحجارة بتاعت الجبال دي بتبقى في البيوت فكده حصل تغيير ده دليل الميا اللي في النيل وفي نهر النيل لما جات لي في البيت في أنابيب المنازل ده اسمه إيه؟ اسمه تغيير الزجاجة بتاعت الحبر لما يخش فيها في الصناعات وناخد الحبر ده نحطه في الأقلام يبقى ده اسمه تغيير الأرض اللي زرعت وكانت خراب يا باب يعني خراب ده تغيير الحديد اللي كان في باطن الأرض وبقى في قطبان في البيوت وفي سكك الحديد كل ده تغيير يبقى ده اسمه أدلة أدلة ساقها لنا الكاتب لكي تقدم يقدم لنا التغيير ده الفكرة السنية تمام كده أولاد؟ الفكرة السالسة بتقول إيه؟ فقولنا لا يضيفه شيئا إلى شيئا بل هو قول يوضح معنى الإرادة بإبراز عنصر من عناصرها يا أستاذ أنا مش فاهم فهمني يعني ما فيش إرادة من غير ما أقول إرادة التغيير يعني التغيير ده عنصر من عناصر الإرادة طب يا أستاذ لما جا أقول مثلا نخلي بنت جميلة كده أو ولد جميل هنقول محمد مثلا أو أمجد أمجد الجميل أمجد الزاكي طب يا مستر أنا خدت صفة واحدة بس من صفات أمجد قلت أمجد الجميل أو أمجد الزاكي يبقى أنا أبرزت صفة من صفات أمجد يعني في إرادة قوة وفي إرادة ضعف وإرادة صمت وإرادة خمسين إرادة فأنا لما أقول لك إرادة تغيير يبقى أنا أبرزت وأوضحت فكرة وعنصر من عناصر الإرادة طب بالنسبة للإنسان اللي عايش في وسطنا ده أنا وإنتم إزاي يكون إنسان حي أنكنش مثل الحيوانات عفاكم وعفان الله أعزكم الله إن أنت تكون زو عضوية هادفة في المجتمع يعني أنت قاعد قدامي في النصة البس المباشر دلوقتي في جمهورية مصر العربية عشان تبقى زو عضوية هادفة عندك هدف تفهم مناهج الثانوية العامة من مصادرها وأنت وأنت تجلس أمامنا في إدارة التعليم الإلكتروني أنت في سيرك نحو أهدافك كائن عاقل مريد أنت كائن عاقل فتحت اللاب مريد يعني عندك إرادة أن أنت تفهم إحنا بنقول إيه وأنت في إرادتك فاعل أنت قمت واشتغلت معايا وأنت في فعلك محرك ومتحرك محرك ومتحرك أن أنت قعدت عشان تفهم فتحركت وأنت ستحرك الآخرين بعد ذلك أنت تغيرت وبعد ذلك ستغير الآخرين على الشيء تاني معنى إنسان حي أن أنت عضو نافع في المجتمع عندك عقل وعندك إرادة وأنت عندك إرادة فاعل يعني أنت قمت واشتغلت معانا فأنت تحركت بنا وحركت الآخرين فغيرت بنا فغيرت ما حولك ده بالنسبة يا أولاد لشرح الفكر دي تبصي كده مع بعض سؤال جميل كده بعد الشرح ما المخطوط بقوله الإرادة كما فهمت من الفكرة الأولى إحنا قلنا في الفكرة الأولى هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف ويزيل ما يحول دون تحقيقه إذن الإرادة هي الهدف الذي يتمنى الإنسان الوصول إليه ولا الآلة التي يستخدمها الإنسان في تحقيق الهدف ولا الممارسة التي يقوم بها الإنسان لتحقيق أهدافه ولا إضافة شيء إلى شيء ليكتمل معنى التغيير يبقى معنى كلمة إرادة زي ما الكاتب قالها هلا إن الأربع بدائل موجودين في الفكرة الأولى ولكن لو أنا اخترت باء يبقى أنا أصبحت آلة مصخرة في يد صاحب الهدف مش دي الإرادة الممارسة التي يقوم بها الإنسان لتحقيق هدفه وقال لي هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف مش ممارسة بحقق بها هدفه إضافة شيء إلى شيء لا إضافة شيء إلى شيء ده ده معنى إرادة التغيير والفعل فهو قال لك إيه الإرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف فأنا عندي الهدف الذي يتمنى الإنسان الوصول إليه ده معنى كلمة إرادة ده قال لي المقصود بكلمة إرادة إرادة يعني أنت عاوز توصل للهدف بعد كده حدد مما يلي أهم الحصائص التركيبية للفكرة طيب إحنا لسه يليم من شوية عاوزين الإسلوب خصائص تركيبية للفكرة يعني الراجل استخدم ألوان بيانية كتير عشان يوضح الفكرة يعني استخدم استعارة وكناية وتشبيه ومجاز طيب هو مال إلى الإطناب الإطناب يعني طول قوي وإداني ترادفات وإداني كلام كتير عشان يستفي الفكرة ويوضحها واللي هو اللي هو جمع ما بين الأساليب الخبرية والإنشائية لإصارة الزهد واللي هو مال إلى الإيجاز والاختصار فبتعنا نرجع مع بعض كده شوية معلش الإرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهدف ويزيل ما يحول دون تحقيقه أنا ما شوفتش استعارات وكنايات كتير ولكن الرجل طول زيادة عن اللزوم في الفكرة الثانية أو في السطر التاني وإذا كانت الإرادة هي نفسها العمل فإن قولك إرادة الفعل ورجع يقول تاني ما أنا عاوزك تشتغل معايا إن هو مال الإطناق إداني أكتر من حل للموضوع طول عالج الموضوع بأكتر من فكرة وإحنا خدنا أنواع الإطناق في إطنب التفصيل بعد إجمال في إطنب التراضف زي ما هو شغال هنا قال الفكرة أكتر من مرة ما هو الأعلى بغير أدنى وقالك اليمين بغير اليسار ما هو نفس الفكرة فهنا في الفكرة الثانية إذا كان لا إرادة بغير فعل ما هو دا تكرر للفوق ما هو قالك فوق إرادة الفعل يبقى الرجل بيكرر دا اسمه إطنب التكرار وإطنب التراضف وإطنب التفصيل بعد الإجمال لما جي في الفكرة الثانية وقالك إيه وتتغير صلاته بالأشياء الأخرى وحط لك علام التنصيص وبدأ يشرح لك إيه صلاته بالأشياء الأخرى اتكلم عن الحجر اتكلم عن المية اتكلم عن المداد الحبر اتكلم عن الحديد يبقى عمل تفصيل يبقى في إطنب شفتوا الموضوع بيتحل إزاي اتنب التفصيل بعد إجمال وإطنب التراضف وإطنب التكرار وعندنا كذا إطنب فالكاتب لجأ إليه للتوضيح نبص مع بعض كده يبقى الميل للإطنب لاستيفاء الفكرة بتاعتنا بعد كده حبيبي نبص على السؤال التاني طبعا الإسلوب الخابري والإنشائي وما لقناش أمر إنشائي ما لقناش أمر ولا ناهي ولا استفهام ما لقناش مثلا نداء دعاء ما لقناش يبقى ما فيش جامع ما بين الأسلوب الخابري والإنشائي معظم الأسلوب أو أغلبها أسلوب خبرية الإجاز إزاي إجاز يا مستر ده طول طيب هنبي يقول لك إيه استسرج علاقة لتحرك بي شيئا فيتغير مكانه ليتغير أداءه يبقى لما جي قال لك هنا إيه أنت بتربط الأشياء ببعضها أو إرادة التغيير حتى لو كان التغيير ضعيف أو جسيم كبير أنت بتعمل تغيير ليه خلت بلك من كلمة ليه يبقى لم تعليله هي لتحرك به شيئا فيتغير مكانه طيب يا مستر أنت ما كتبت ليش تعليل وأنا مش هكتب لك تعليل تعليل ده خلاص إحنا ساعة نكتبه وساعة نغيره نخليه سبب أو التعليل يعني إيه بيان السبب والنتيجة هي المسبب والتفصيل أنا لسه موضحه لك شيء مجمل وبعد كده فصلته زي الحديد زي المداد بتاع الحبر زي المياه زي الحجر والتوضيح يعني شيء مبهم وأنا وضحته لما جاء أقول لك سرنا في المفازات طيب أنا مش عارف يعني إيه مفازة وروح تقول لك وهي الصحراء القاحلة يبقى حضرتك دلوقتي ده اسمه توضيح فهنا بيقول لك لتحرك به شيئا فيتغير يبقى كده الإجابة بتاعتنا يا حبيبي سبب لجأ الكاتب لبيان وربط السبب بالمسب طيب النقطة اللي بعدها عندي هنا يا أولاد بيقول لك إيه حدد من خلال الفكرة السالسة سلاسة أدلة تؤكد دور الإنسان المؤثر في الإرض لو ركزت حبيبي هنا ده اسمه سؤال مقول هنرجع مع بعض أو أنتو معاكل سكرين هترجع للفكرة السالسة هتلاقي أنه بيتكلم عن الكائن الحي دور الإنسان المؤثر فاكر لما جيه قال لك إيه أن أنت إنسان حي ده رقم واحد طيب أنت إنسان حي إزاي أول حاجة أن أنت زوء عضوية هادفة في المجتمع أن أنت يعني أنت عضو مفيد في المجتمع ده واحد اتنين أن أنت في سيرك نحو أهدافك كائن عاقل مريد ده اتنين لما جيه قال لك أن أنت إيه تغير مغير ومتغير محرق ومتحرق يبقى ده ثلاث أدلة تؤكد دور الإنسان واحد زوء عضوية هادفة في المجتمع اتنين أنك في سيرك نحو أهدافك كائن عاقل مريد وأن أنت فيه إرادتك فاعل وأن أنت في فعلك ده متحرك ومحرك مغير ومتغير ده بالنسبة للسؤال المقال تعالوا نبص مع بعض حبيبي كده للفكرة اللي بعد كده إن أهم ما نريد أن نقرره تمهيدا للنتائج التي نستخرجها من الفكرة الثالثة التالية هو العلاقة بين الفرد والمجموع وهنا بقى عوزين نتكلم شوية في الموضوع نظهر كده مع بعض الفكرة كلها ونبدأ ننوضم وقش قال لك هنا علاقتك بالمجموع يعني علاقتك أنت بالمجتمع اللي أنت عايش فيه يازم نفهم بقى إيه علاقتي بالمجتمع اللي أنا عايش فيه العلاقة دي تضمن لي حريتي إن أنا عيش في المجتمع حر مبقاش مقيم وفي نفس الوقت علاقتي بالمجتمع تضمن لي المشاركة في رسم الاهداف زي ما احنا بنعمل في الدولة دلوقتي بنعمل ايه بنعمل مجلس الشعب ومجلس الشعب بيختار أعضاء والأعضاء ذو بيشتركوا في وضع الدستور فهو ده مشاركة للمجموع في رسم الاهداف طب يا مستر هو في تضاد وفي إن الإنسان بيشترك في رسم سياسات الجماعة وبعد كده غير إن هو بيشترك في رسم سياسات الجماعة عن طريق مجلس الشعب إن ما فيش تعارض ما بين الفرد والمجتمع ما فيش تعارض ما بين الفرد والمجتمع خالص طب عاوزين أدلة بتأكد إن ما فيش تضاد أو فيش اختلاف ما بين الفرد والمجتمع أول حاجة لعبة زي لعبة الشطرانج لعبة الشطرانج اللي احنا شايفينها دي أنا أقدر أحرك كل اللي موجود في لعبة الشطرانج بمنتهى الحرية ولكن هل أستطيع إننا نخرج من قوانين اللعبة لا طبع طبع لازم أحرك كل حاجة زي ما قوانين اللعبة بتقول تاب لعبة كرة القدم أستطيع إننا أحرك كل حاجة في كرة القدم زي ما أنا عاوز بمنتهى الحرية هل أقدر أمسك الكرة بأيدي لا طبعا ده الأدلة التي أسوقها الكاتب عشان يقول لك إيه إن ما فيش اختلاف ما بين الفرض والمجتمع بالعكس أنت هتلتزم بقوانين المجتمع وفي نفس الوقت عندك حرية طب الكاتب والأديب الكاتب والأديب الكاتب والأديب له مطلق الحرية إنه هو يكتب زي ما هو عاوز بس بس بشرط إيه إنه ما يخلف قوانين اللغة ما ينفعش يرفع الفاعل ما ينفعش ينصب الفاعل ويرفع المفعول ما ينفعش لازم يلتزم بقوانين الكتير بعد كده أولاد عاوزين نتكلم عن المبادئ التغيير إن التغيير ده عشان أقدر أغير في المجتمع لازم ألتزم بقوانين المنطق يعني يا أستاذ الفكرة الأخيرة دي يعني مش ينفع مثلا أن أكون مسافر من مصر الإسكندرية وعاوز أوصل بسرعة واركب كطار بيصير مثلا عشرين كيلو في الساعة مش ينفع ده كده كلام ضد المنطق كلام ضد المنطق بعد كده مثلا مش هينفع مثلا أكون عاوز أعمل مشروع للبلد بمثلا بمئة مليون ولم من المواطنين مثلا أو من الدولة عشرين أو خمسين مليون يبقى ده ضد قوانين البلد مش هينفع يبقى أهم شيء وسامر في التغيير إننا يكون التغيير ده موافق لقوانين المنطق بعد كده تبص لي السؤال الأولاني قولك هات من الفكرة الماضية ما يفند وكلمة يفند يعني لازم أن نركز فيها كويس أو يفند يعني يبرز الخطأ وركز معاه في اللي بقولك عليه كويس أو هناك من الفكرة الماضية ما يفند مقولة هناك تعارض بين أن يكون الفرد منخرطا في جهد جماعي يساير فيه مواطنين ولكن يكون مع ذلك حر في التماس الطريقة الذي يراهم ولي لو جيت بسط حضرت أخيانا كده إحنا عاوزين مقولة بتفند يعني بتفند يعني تبرز خطأ هذا القول ليس من حق الكاتب العربي أن ينصب فاعلا أو يرفع مفعولا هل ده بيفند هناك قواعد مشترقة هناك قواعد مشترقة بين لاعب الكرة أو لاعب شطرانك إن لكل كاتب موضوعاته كل كاتب موضوعاته سواء الموضوعات دي اللي بيعرضها بأسلوبه وبيعبر فيها عن نفسه يعبر بمنتهى الحرية الكاتب حر فيما يقول ما دام قوله ملتزما لطائفة من مبادئ اللغة ده أنا عاوز أفهم يا أستاذ بقى أنت فوق قلتلي قلتلي إن فيه تعارض فيه تعارض ما بين الفرد والمجتمع تمام كده أنا عاوز حاجة تقول لي إن ما فيش تعارض أنا عاوز أقول أن المقال أو القول اللي أنا قلته في الأول ده خطأ تمام كده يا أولاد إيه الدليل من الأربع اللي قدام الأربع بدائل دول إن هذا يفند يفند يعني يبرز إن فيش تعارض لا يوجد تعارض أكيد الإجابة بتاعتنا يا أولاد لازم تكون عكس الكلام ده لو جينا بصنا للإجابة جيه إن لكل كاتب هتبالكو كل كاتب وضعات التي يعرضها وأسلوبه الذي يعبر بيه عن نفسه بزمتكو هل ده فيه تعارض لا اكتب اللي أنت عاوز اكتب بأنهي أسلوب أنت عاوز يبقى هنا بيأكد إن ما فيش تعارض ما بين الفرد والجماعة تبقى الدليل أنا ممكن أكتب بأي أسلوب أنا عاوز وأعبر بيه عن نفسي طالما طالما إيه ملتزم بقوانين اللغة ده بالنسبة للجزء ده نبص على السؤال تاني وعرفنا نركز قوي قوي في جملة ايه يفند يعني يفند لما أجي أقول لك مثلا مثلا تقوم مزارة التربية والتعليم بأشياء تسقل كاهل الايه الطلبة يعني تسقل تسقل يعني بتعزب الطلبة الكلام ده غلط كلام ده غلط أنا عاوز أبرز هذا الخطأ واحد تقوم بإنشاء منصة البس المباشرة تعمل على دعم وتقوية المناج الحديثة يبقى كلام اللي أنا بقوله ده بيفند يعني يبرز الخطأ اللي قدامي كلام اللي أنا قلته في الأول خطأ فمعنى كلمة خطأ أن أنا بفند بفند يعني أبرز هذا الخطأ كير الحمد لله وصلنا لإيه معنى كلمة إيه يفند بعد كده أولاد استنتج من ما يلي علاقة الفكرة الأولى بما بعدها نرجع كده للفكرة الأولى مع للشيء إن أهم ما نريد أن نقوله قال لي إيه نتائج التي نستخرجها في هذه الفكرة هو العلاقة بين الفرد والمجتمع خدت بالك من كلمة العلاقة بين الفرد والمجتمع أنا عاوزك تشتغل معي إذا أنا شغال كاته والعلاقة دي بتضمن للفرد حرياته وبعد ما تضمن للفرد حرياته تضمن للمشاركة في رسم سياسات الجماعة يبه هو هنا الكلام وبعد كده والأمثلة على ذلك كثير يبه فوق أصدر كلام مش أجاوب وبعد كده جاب لي أمثلة بتأكد هذا الكلام شوف كده إجاباتكو بصوا معي بقى كده السؤالة هون حكم ودليل عليه هو فوق في الفكرة الأولى أصدر حكم الحكم إن ما فيش تعارض بين الفرد والمجتمع ده حكم ولا مش حكم حكم يا أستاذ تب إيه الدليل عليه ده جاب لي كذا دليل واحد الشاكرانج اثنين كرة القدم تلاتة الفنان والأديب كله بيلتزم بقوانين اللعبة أو قوانين اللغة وبيكتب زي ما هو عاوز يبقى أنا أصدرت حكم وآتيت بعد هذا الحكم بدليل عليه تيمتني كده تبص على السؤال بعد كده طب لو جت قلت حضرتك نفسر الأربعة دول واحد زعم يليه تفنيت يعني زعم يعني أنا قلت كلام غلط أو كلام زعم خاطئ وبعد كده جت التفنيد يعني التفنيد يعني أظهرت خطأ هذا الكلام رأي يليه استدراك يعني يعني أنا قلت أعتقد في ظني كذا ورحت جاي بعد الكلام قلت لكن أو على الرغم من غيرت كلامي فاستدرقت قلت مقدمة وبعد كده نتيجة يعني يا أستاذ مقدمة وبعدها نتيجة يعني قلت كلام عام وبعد كده جبت النتيجة بتاعته يبقى أنا لازم نكون في سنوية عامة فاهم يعني زعم وتفنيد يعني حكم ودليل عليه يعني رأي واستدراق يعني مقدمة ونتيجة لازم نكون فاهم الدرس بتكلم عن إيه نبص على السؤال بعد كده يا أولاد استنتج بما قال المغزى الضمني للفكرة السابقة يعني وعاوز يقول لي إيه احنا اتفقنا في نواتج التعلق المغزى الضمني يعني الهدف الذي يسعى عليك من موضوع الحرية وإن علاقة الفرد أول حاجة التناغم يعني الانسجام يعني في ملأمة بين حرية الفرد وأهداف المجتمع ولا الإنسان كائن حي مؤثر في المجتمع ولا الإرادة تعني إرادة التغيير لتغير ساكنا ولا أهداف المجتمع متغيرة هل هو بيكلمني الهدف الذي يريد الكاتب أن يصل إليه الهدف أن ما فيش تعارض بين الفرد والمجتمع مش هو عاوز يقول لي كده مش عاوز يقول لي أن أنت إنسان كائن حي مؤثر مش قصد وكده مش هو ده الهدف رغم أن هو تكلم عنه في الفكرة لكن هو عاوز يقول لك أن ما فيش تعارض ما بين الفرد والمجتمع خالص فده اسمه التناغم التناغم يعني الانسجام يعني هتحافظ على قوانين المجتمع وفي نفس الوقت هتعمل اللي أنت عاوزه أنت حر يا عم امشي زي ما أنت عاوز بس في نفس الوقت فحافظ على قوانين المجتمع بعد كده حبيبي هنتكلم عن الفكرة الأخيرة وبقى لنا أن نستنتج النتائج من هذه المقدمات إيه النتائج يا عم وإيه المقدمات إن الإرادة اللي أطلقت الشعب يوم انتصاره إرادة تغيير طالما أردت التغيير دي هي أرادة عمل وتغيير هي دي الإرادة اللي احنا عاوزينها إيه النتائج بقى ما الذي نغيره حضرتك عاوز تغير إيه ده النتائج من هذه المقدمات دي النتائج بقى إنت عاوز تغير إيه ما الهدف الذي تسعى إليه من أجل تغييره إنت عاوز توصل لإيه ده بالنسبة للجزء إيه ده طب هنا في الفكرة دي بيكلمني بيقول لي إن القائمة لتطول بنا ألف فرصة ده مساحة لو إحنا دخلنا في التفصيلات الجزئية للتغيير مش هنقدر نوصل لأي تغيير إحنا عاوزينه لو دخلنا في التفصيلات الجزئية كتير خلاص لأن تفصيلات كتير عاوزين واحد يصح بعد مرض واحد يكون عالم بعد ما كان جاهل تفصيلات بها واحد طاعم الطعام بعد ما كان جعان اكتسى بعد ما كان عريان فدي كلها تفصيلات عاوزين نرسف الطرق نقضي على الحشرات كل ده تفصيلات كتير إحنا مش عاوزينها فدي كلها بتندرج تحت حاجة اسمها القيم والمعايير إحنا عاوزين إيه إحنا هنغير إيه إحنا عاوزين نغير إيه وما نغيرش إيه ده اللي الكاتب عاوز يوصله بيقول لك بلاش تخش في تفصيلات كتير بلاش تخش في فرعيات كتير ولكن شوف الهدف الذي تسعى من أجل تغيير بس ولو قدرت تغير المبادئ والقيم الفاسدة في المجتمع ستستطيع أن تغير وجه الحياة بأسرها تعالوا بص معي با هنا كده لما يجي يقول لك إيه استنتج من مالي المغزى من قول الكاتب تغير لهم وجه الحياة بأسره يعني أنت عاوز توصل لإيه هنا هل أنت الهدف الذي يسعى إليه الكاتب التشجيع على تغيير القيم والمعيير والذي هو هو عاوز يعمل تفنيد ما إحنا اتفعنا بقى تفنيد يعني إظهار الخطأ من من يرون صعوبة تغيير التفصيلات الجزئية توضيح أسر تغيير التفصيلات الجزئية والأهمية التركيز على كل المبادئ التي نتمسك بقى لتغييرها هو عاوز يوصل أنه نحن عاوز نغير وجه الحياة كلها وجه الحياة كلها يبقى الإجابة إيه يا أولاد التشجيع على تغيير القيم والمبادئ تب ليه أستاذ عاوزين نشجع على تغيير القيم والمبادئ عشان نستطيع أن نغير أن نحن نكون نبعد عن الكسل ونلجأ إلى العمل نبتعد عن الجهل ونلجأ إلى العلم نبتعد عن التخلف ونلجأ للتقدم هو ده معنى كلمة تغيير القيم والمبادئ اللي الكاتب عاوز يغيرها فيهمتني وبص بعد كده استنتج من علاقة كأن تحصر الأفراد الذين يراد لهم أن يصحوا بعد إيه مرد بما قبلها لو جيت ركست فيها كويس قوي هتلاقي أنه بيبدأ يشرح وحدة وحدة دي بتاعت إيه فيهمتني يبدأ تفصيل ولا استدراك ولا توضيح ولا تعليل هو فيه حاجة أنت مش فهم هو رح مكلمك في التفصيلات الجزئية وانت مش فاهم يعني تفصيلات جزئية فيقول لك كأن 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 دي يا حبيبي أداء التشبيه والتشبيه من غرضه التوضيح بتقول ليش تفصيل لأن التفصيل أجزاء ومجملة مجمل وأجزاء لكن هنا بيبدأ يوضح لك يعني إيه تفصيلات جزئية فده اسمه توضيح بعد كده حبيبي آخر جزء بنتكلم عنه في الدرس بتاعنا بتاع إرادة التغيير إن ما فيش إرادة التغيير في الفكرة دي في المجتمع إلا لما يكون عندك نوعين من المبادئ المبدأ الأول إن انت توحد ما بين العام والخاص يعني يا مستر توحد بين العام والخاص إن انت تحافظ على بيتك زي وتحافظ على مدرستك يبقى تحافظ على مدرستك زي بيتك تحافظ على وسائل المواصلات العامة زي ما بتحافظ على سيارتك يبقى ده اسمه توحيد ما بين العام والخاص الحاجة التانية التي يسع لها الكاتب إن أنا ما عظمش قوي من شأن مين من شأن كل من يخالف قوانين الجماعة ما عظمش من شأنه يعني مش ينفع واحد مثلا مثلا أو تاجر في الممنوعات وعظم منه عشان معاه فلوس لأ لازم أعظم كل من يحافظ على قوانين المجتمع هو ده اللي الكاتب عاوز يقوله لي في المتاني ده اللي الكاتب عاوز يوصل لي ما فيش تغيير من غير التوحيد بين العام والخاص ما فيش تغيير من غير معظم من شأن من يعظمون القوانين وبعد كده دخل في موضوع فلسفي وقال لي ما الفرق ما بين الأنا والنحن والهو والهو الأنا والنحن دول هم أنا وأسرتي وأبي وأخي ده أنا ونحن أما هو وهم دول بيجتملان أو يجتملوا على كل أجزاء المختلف لحد ما توصل لحتى للأشباح اللي ملهاش وجوه طب بصم على كده في البيت الجميل ده أو السؤال اللذيذ ده بيقولك هنا إيه البيت الشعري الذي يعبر عن مضمون الفكرة الأولى هي الفكرة الأولى بتتكلم عن إيه بيكلمني عن إن أنا أوحد ما بين العام والخاص ركب واحد بيكلمني عن إن أنا أحافظ على بيتي وحافظ على مدرستي أحافظ على سيارتي وحافظ على وسائل المواصلات يبقى أنا ماشي بريتم واحد طب عليك بالعدل إن وليت مملكة واحذر من الجور فيها غاية الحذر طب هنا بيكلمك عن العدل طب البيت التاني دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع يعني هنا بيكلمني عن إن أنت يكون عند قناعة في البيت التالت فالناس هذا حظه مال وزا علم وزا كمكارم الأخلاق في البيت اللي بعد كده يا جامع الأموال هلا جمعت لها زمانا لا افتراق جمع الفلوس طب يا مستر أصلا وبيكلمني عن العدل حفظ على بيتي وحفظ على مدرستي وحفظ على وصلة المواصلات وحفظ على سيارتي بيكلمك امشي بعدل خليك عادل في حياتك وده أقرب إجابة للسؤال بتاعنا القطع اللي بعد كده بيقولك ولا تكون إرادة التغيير فبنالت من حياتنا قدر أنمولك امتى لما ننقل مواضع الزهو زي ما اتفقنا مع بعض نعظم من شأن كل من وحفظ على قوانين المجتمع وختم الدرس بتاعه بالإرادة هي التغيير مش تبديل تبديل لما أنا أقوم من الحجرة اللي أنا أقعد فيها وخش حجرة تانية بقى ده اسمه تبديل لكن لما أنقل بيتي من مكان لمكان ده اسمه تغيير لما غير فكري من أعلى من أسفل لأعلى ده اسمه تغيير يبقى لازمه التغيير يكون فيه مستوى أعلى ومستوى أدنى وبينهم مستويات مختلفة تل الكاتب يسعى إليه طب وبعد كده بيقول لي هات دليل هات دليل من كلام الكاتب يعبر عن نجاح إرادة تغيير في حياته عاوز دليل إيه الدليل إن الإنسان يزهى يعني يفتخر بنفسه لأنه ليس مضطر لخضوع القانون ولا يزهى المرء بنفسه بقدر يفتخر الإنسان بنفسه يعني بقدر ما هو خاضع للقانون ولا رأيت صاحب المكان الاجتماعي قدماء يبدأ الأربعة دول موجودين في الفقرة ولكن نجاح الإرادة إمتى فكر لما قالك لا تنال من حياتنا قادرة أنمولة إلا إذا إيه وحدنا ما بين العام والخاص وافتخرنا بمن يحافظ على القانون يبقى اللجابة بتاعتنا لازم أن تكون باقي لأن إحنا هنفتخر بقدر ما الإنسان يكون خاضع للقانون بعد كده في آخر سؤال في الدرس ما مدى اتفاقك واختلافك مع هذه المقول يرى الكاتب إن التغيير الناجح هو تغيير المعايير والقيم طب حضرتك بتتطفق مع كده بعد ما فينت الدرس ولا لا تتطفق أكيد طبعا كلنا بنتطفق طب أنا نتطفق في الاتنين نتطفق عشان بإحنا بنهتم بالتفصيلات الجزئية ده الكاتب قالك يا عم بعد عن التفصيلات الجزئية يا عم ركز مع المبادئ والقيم والمعايير يبقى أكيد الإجابة عندنا يا أولاد جيم لأن المعايير والقيم الأخلاقية يندرك تحتها المبادئ ولو إحنا غيرنا المبادئ دي هنقدر نغير حتى التفصيلات الجزئية ونغير وجه الحياة بأسرح ده بالنسبة ليه الجزء بتاع الدرس بتاعه وبكده نستطيع أن نختم هذا الدرس وبكده أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة وفي النهاية أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت ووصلنا إلى أهدافنا نشكر الله سبحانه وتعالى وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته